السلام عليكم أهلا بيكم لقاء تجدد على قناتكم حادث اليوم بسعب بيه دايما معكم تخوين السعودية يستمر والحرس الثوري الإيراني يحرك الجهاد الإسلامي ولكن إيه سر تأخر حماس حتى الآن في الدخول في مواجهة مع إسرائيل هل عندما شكر قائد اللواء الإسرائيلي في غزة أن حماس كانت حكيمة في هذا هل هو غباء إسرائيلي أم أن هناك تخادم وعلم إسرائيلي وأيضا إيران بتحركات لحماس في الفترة القادمة أسرار ومعلومات يتم ترحارة لأول مرة أيضا إيه الدروس المستفادة من حرب غزة للسعودية يعني السعودية استفادت فيه هنا مدلول مهم جدا خاصة بالدفاع الجوي الإسرائيلي أو الدرع أو القبة الحديدية الإسرائيلي أو مقلع داود الإسرائيلي والدفاع الجوي السعودي اللي هو الأقوى على مستوى العالم بالفعل بالعمليات العسكرية سبع سنوات يثبت الدفاع الجوي السعودي أنه الأقوى بنسبة استياد أهداف تتعدى السبعة وتسعين في المية لكن هنشوف هنا هناك هدف إسرائيلي من وراء ضرب الجهاد الإسلامي هناك هدف قريب وهناك أهداف بعيدة لإسرائيل من ضرب الجهاد الإسلامي لكن قبل ما نتكلم في الجزئية ديت فيه تنويه بسيط جدا بس عشان خاطر الناس اللي بتشتكي من مسح التعليقات ده يتبع إدارة اليوتيوب ليس يتبع القناة القناة كلها في الآخر هي تحت اليوتيوب يعني قناتي أنا أنا ما بسحش تعليق إلا لو فيه سب ولو فيه حتى سب كمان اليوتيوب بمسحه لكن دلوقتي فيه إجراءات جديدة في اليوتيوب ممكن تكتب كلمة أنت شايفها عادية جدا واليوتيوب بمسحه فالناس لازم تتفاهم هذا الأمر وما نتعرض له في هذه القناة وقنوات أخرى في اليوتيوب من حرب من المنصة اللي احنا بنتلع عليها حرب صعبة جدا احنا بنتعب عشان خاطر حضرتك تشوف المحتوى اللي بتفرج عليه التلت ساعة أو الخمستاشر أو العشر دي اللي بتفرج عليهم دول احنا بنتعب فيهم مش التعب اللي هو العادي لا بنتعب فيهم كمان مع اليوتيوب لأنه هو بيعني بيقتل مجهودنا بنتعب عشان خاطر المجهود ده يظهر ليك احنا في حرب معه حتى اليوتيوب نفسه عشان بس تبقى عارف عزيزي مشاهد لكن هنا بنشوف اسرائيل ليها أهدف من يعني ضرب الجهاد الإسلامي اللي هو في غزة طيب قبل ما نعرف اسرائيل بتحارب الجهاد الإسلامي وبتحاربش حماس ده وقت ليه لكن عايزين نعرف بس حاجة بس بسيطة جدا الجهاد الإسلامي مقره الحقيقي طهران حماس مقرها الدوحة يعني كل القائمين على حماس مقيمين في قطر ولكن طبعا اللي بيمولهم بالأسلحة طهران لكن الجهاد الإسلامي أسلحة وأوامر وكل تحركات من طهران قادة الجهاد شبه مقيمين في طهران ندخل فيه الهدف الإسرائيلي من ضرب الجهاد الإسلامي فيه هدف قريب وهدف بعيد هدف إسرائيلي القريب من استهداف الأماكن اللي فيها الجهاد الإسلامي في غزة إنه هو إصابة يعني إصابة الجهاد الإسلامي واللي هو زراع إيران داخل خسر إسرائيل أو داخل غزة وإنه يعني حصر إسرائيل بضربة قوية ده يعتبر هدف إسرائيلي كبير جدا إنه هم يضربوا المخازن الأسلحة اللي إيران دخلتها عبر الجهاد الإسلامي ووصلت للمكن بتاعتها لكن فيه هنا هدف بعيد استراتيجي وده مهم جدا لإسرائيل وهو فصل الجهاد الإسلامي عن حماس فصل الجهاد الإسلامي عن حماس ولكن الحقيقة إنه يعني الجهاد الإسلامي هو برضو تابع لحماس هم بيحاولوا في الحرب دي إنه هم يفصلوا ما بين الاتنين يعني إسرائيل بتحاول تفصل في الوقت الحالي هي نجحت في الوقت الحالي إسرائيل نجحت استراتيجيا إحنا بنتكلم يعني شغلة عسكري استراتيجي ما بنتكلمش هواك إيه ودمغك إيه ومفهومك إيه إحنا بنتكلم حتى الخبراء العسكريين العالميين تحدثوا في هذا فجر اليوم قالوا إن استراتيجيا إسرائيل قدرت تكسب هدف مهم جدا وهو فصل حماس عن الجهاد الإسلامي ومن تبعية الجهاد الإسلامي لحماس لكن هما في ملحوظة حصلت النهاردة تدخل الاستخبارات المصرية في حرب غزة أو في توقف الجهاد الإسلامي عن الرشاقات للسواريخ لإسرائيل وكذلك توقف إسرائيل عن ضرب الأماكن العسكرية أو المدنية كلنا على السواء نجحت الاستخبارات المصرية فجر اليوم بعدما هي استمرت في المباحثات مع الجهاد الإسلامي ومع الإسرائيليين للإسرائيليين قالوا إن إحنا هنلتزم بهدنة فجر يوم الاثنين غدا وممكن النهاردة الحد لكن الجهاد الإسلامي رفض كل قادة الجهاد الإسلامي اللي موجودين في غزة رفضوا رفضوا توقف الهدنة السر في كده إيه؟ إن هما لا يقتمروا بنفسهم يعني هما ما بيعدوش مع بعضيهم وإن هما يشاوروا بعض وقولك خلاص إحنا تقرأ فيه هدنة خلاص ما فيش مشكلة ما عندهمش مشكلة إن المدنيين يتقتلوا عشان بس الناس اللي هي الفلس تفهم يعني الناس اللي هما الخوانة اللي في الداخل يفهموا بس الجهاد رفض ده مش تحت بند الجهاد لأ لو إنت عندك نسمة دنيين بتتقتل ومتموت وفيه عدو فإنت المفروض إن أنت توقفوا عشان خاطر حقنا للدماء لكن إنت ما عندكش المبدأ ده لأن الأوامر بتأتي من طهران ومهما أنا عدت أقول لك وإنت خين مش هتفهم لأن ربنا سرحنا وتعلم مش هي يعني مش هيديك النور ده ويفهمك لأ أنت خلاص عقلك راح في دهي أصلا لكن هنا الأوامر بتيجي من طهران يستمر القصف والضرب ويستمر إطلاق السواريخ الفشينك اللي تبع الجهاد الإسلامي لإسرائيل لكن هنا في لقطة مهمة جدا ليه الجهاد الإسلامي عنده مصيرات نفس النوع صمد اللي موجود عند الحثيين ودي طائرات يعني مصيرات من طهران اللي هي تبع الحرس الثوري لكن لم تطلقها الجهاد الإسلامي ده كلام يعني ليه ده حاجة يعني لازم أن إحنا ده سر نفهمه لأن هم بيستخدموا سواريخ ضعيفة جدا في إطلاقها على إسرائيل أنا شفت بعض السواريخ دي اللي تم إطلاقها سقطت في بعض الشوارع عملت دخان في بقرة مثلا حوالي أربعة خمسة متر لكن في الانتهاء بعد السواني بسيطة جدا هي حفرة صغيرة جدا عمقها لا تعدى النصف متر وما لاش أي تأثير حتى السيارات اللي كانت حوالين السواريخ محصل لاش أي إصابة ده دليل أن السواريخ دي يعني تعبانة زي يعني زي إرامة تعبانة في نقطة تانية فيه سواريخ تم إطلاقه وبعد ما قطلق لف يعني أخطأ في التوجيه فيه خطأ في التوجيه لف وتم يعني تم إصابة مكان الإطلاق مش مكان الاستهداف مكان الإطلاق ده من ضمن السواريخ الفيشينك الهبلة بتاعة الحرس الثوري الإيراني وطبعا دي قدت لوفاة أعداد كبيرة من اللي هما كانوا موجودين لأن الجهاد الإسلامي بيطلق السواريخ بتاعته من وسط المدنيين وهناك المدنيين والبيوت هناك أو المنازل هناك في مناطق دياءة جدا فالصاروخ إذا سقط ممكن يصيب أعداد يعني بالعشرات لكن حينما نتحدث عن أن المسؤول إسرائيلي يتحدث اليوم ودي نقطة مهمة جدا اللي تخص الدفاع الجوي الإسرائيلي والدفاع الجوي السعودي هنا لما بنتكلم عن الدفاع الجوي الإسرائيلي بيقول بالحرف الواحد أنه نجح بنسبة 97% في إسقاط السواريخ التابعة للجهاد الإسلامي يعني في 3% فلتوا من القبة الحددية اللي إسرائيل تشدقت بيها منذ 3 أسابيع صدعت دماغنا بالمنظومة بتاعتها الأحدث في العالم صدعت دماغنا بيها وكانت عايزة تدخلنا في حلف معها طيب نسبة الدفاع الجوي السعودي في استياد السواريخ أو المسيرات 98% وإسرائيل تعرضت الحرب لمدة 24 أو 48 ساعة لكن ما تعرضتش الحرب 7 سنين 7 سنين من حثيين يمتلكوا أجهل السواريخ وأجهل المسيرات ليه استهداف سماء السعودية بلد الحرامين ولكن الدفاع السعودي نجح ببسالة كبيرة جدا الدفاع الجوي السعودي نجح ليه لأنه ما بيعتمدش على منظومة واحدة ودي نقطة مهمة جدا في الدفاع الجوي إن انت ما تعتمدش على منظومة واحدة منظومة واحدة مهما كانت قوية لكن ما فيش منظومة نجحة وفعالة بنسبة 100% استحالة في علم الدفاع الجوي ما فيش الكلام ده خلص السعودية بتشغل منظومات دفاع جوي متعددة سعودية فرنسية أمريكية صينية بتشغل أكتر من أربع أنظمة الدفاع الجوي مختلفة ولكن كلها في الآخر في شبك الدفاع الجوي وده هنا انت بتنجح في أن انت بتقدر بتقدر أن انت بتدخل منظومات مختلفة ولكن كلها في شبكة واحدة ده بيعود للكفاءة الكفاءة بتاعتك هنا أثبت الدفاع الجوي السعودي كفاءته عن الدفاع الجوي الإسرائيلي لما نيجي نقارنه دلوقتي القبة الحددية نجحة لكن بـ 97% الدفاع الجوي السعودي هو الأقوى الأقوى عمليتيا بنسبة نجاح 98% آه في منهم 2% تم إفلاته فيه أرامكو قبل كده ولكن يعني تم تحسين الأداء بعد ذلك فيه حتى فيه بعض المصاف اللي كانت فيه جدة من حوالي خمسة أشهر ولكن يعني في الأخير أن انت نجح ليه لأن انت لما بيتم استهدافك بعدد كثيفة جدا من السواريخ أو المسيرات هنا بيبان قدرة الدفاع الجوي بتاعك إذا قفلت مسيرة أو سروخ فده مش معناه أن انت بالعكس أنت ناجح لأن انت قدرت أن انت يعني أن انت تسقط العدد الكبير ولو وصلت واحد ما فيش مشكلة طيب لماذا حماس لم تتدخل مع الجهاد في حرب إسرائيل وسر سكوت حماس أو سكون حماس يعني هو السر هنا سكوت حماس ولا سكون حماس هو ده السؤال سكوت حماس ولا سكون حماس حماس لم تساند الجهاد الإسلامي حتى الآن وذلك بإعاز من إيران أنا أكلمكم في معلومة أنا أكلم في معلومة معلومة أمنية إيران قدت أوامر لحماس إن دورك جاي لكن لسه انتظر ما تدخلش في الحرب دي مع الجهاد هنا واضح جدا إن حماس هتاخد أوامر من إيران للقيام بأمور أخرى قد رتبتها إيران ولم تأمرها إيران بعد ب اللي هو التحرك زي تحرك الجهاد الإسلامي طيب تحرك حركات الجهاد الإسلامي والإسلام السياسي والعسكري التابع لإيران لتحقيق أهداف إيرانية في المنطقة مش لمكافحة إسرائيل عشان بس الناس اللي هي مغيبة بس تفهم بس حركات الجهاد الإسلامي حماس أي أي مسميات موجودة في موجودة في في فلسطين كل ده كله ما فيش حاجة اسمها لمكافحة إسرائيل أو كسر خشوم إسرائيل الكلام ده مش في قموس حركات الجهاد الإسلامي أو في حماس هما كلهم بيأتمروا من إيران لخدمة بصالح إمام إيران في المنطقة بس فقط لغير لكن مش أهداف حماس ولا أهداف الجهاد الإسلامي ولا القدس ولا الكلام ده كل حركات الجهاد الإسلامي اللي موجودة فيه والعسكري كل اللي موجود ده كله في غزة كل ده كله ما بيخدمش مصالح فلسطين هو بيخدم مصالحهم بيخدم جيوبهم بس بياخدوا الأوامر من إيران ما فيش أكتر من كده لكن في قاموس حماس وجهاد الإسلامي تحرير فلسطين لا هم عايزين اللي حرر فلسطين السعودية عايزين والأمير محمد بن سلمان وليعد السعود هو اللي حرر فلسطين عايزين الرئيس عبد الفتاح السيسي هو اللي حرر فلسطين عايزين الشيخ محمد حاكم الأمراض عبد المتحدة إنه هو هو اللي حرر فلسطين هم عايزين دول بس هم مركزين قوي مع الشيخ محمد الشيخ مركزين أكتر مع وليعد السعودية عفوا لابن محمد سلمان مركزين أكتر ليه؟ لأنه دلوقتي هدف إيران هدف إيران السعودية فبالتالي بيبقى تركيز اللجانة الإلكترونية وحركات الجهادة السياسية والإسلامية إنه هم يوجهوا يعني أصابعهم الإلكترونية تجاه وحتى الصحفيين والمواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية التابعة لحماس وزيول إيران في المنطقة بتهاجم السعودية لسكنها أو إن هي السعودية لا تغضب ضد إيران ضد إسرائيل لكن اللواء القائد اللواء الإسرائيلي قال إنه حماس كانت حكيمة هو دوت تصريح اللواء الإسرائيلي اللي هو قائد غزة دوت غباء إسرائيلي مش فاهم إن حماس يعني دورها دستة مجاش في إنها ممكن تضرب أهداف إسرائيل هم عارفين هم عارفين كويس جدا وعارفين إيران بتفكر إزاي إيران بتفكر إنها تشغل المنطقة إزاي إنها تشعل المنطقة إزاي إمتى تسكن المنطقة وإمتى إنها تشعل المنطقة يعني بتحريك أزرعها في المنطقة دي إسرائيل وإيران اللي اتنين أهدافهم إشعال وإشغال المنطقة عن أي تنمية أي تقدم أي هدوء أي استقرار مش عايزين لكن هنا كل تصريحات وتعلقات الإخوان والإيرانيين وأزنابهم طبعا هي تصريحات استعراضية رخيصة طبعا رخيصة بمستوى رخصهم على فكرة يعني رخص تصريحات فقط الإخوان والإيرانيين عبر بقى الموزيعين اللي بيشتغلوا في القنوات عبر الصحفيين عبر اللي أنت عايز تتكلم عليه عبر ببارة عطوان يعني كل الأسام اللي أنت عايز تقولها كل الناس دي كلها رخيصة برخص ومستوى وفي نفس الوقت لما تيجي تبص لكلامهم هتلاقي أن كلامهم فارغ بمضمون يعني فارغ من أي مضمون يعني وأن هم غير صديقين وكلامهم غير مفيد لكن نقطة مهمة جدا في الآخر للأسف طالما النظام الإيراني موجود كلام ده رأي الشخصي للأسف طالما النظام الإيراني موجود وليه أزرع فيه المنطقة بتقوم بنشر الفوضى ونشر أيديولوجيات الثورة الخمينية هتستمر الصراعات في المنطقة تستمر الصراعات في غزة تستمر الصراعات في اليمن تستمر الصراعات في العراق في سوريا في لبنان وممكن كمان أن هم يعملوا الصراعات دي في حتة تانية كمان ليه لأن هم عايزين ينشروا الأيديولوجية الخمينية كل ما كان في مكان في قلق ومشاكل يبقى أرض خصبة لزرع أزرع إيران فيها وبالتالي هتلاقي المكان ده بيتنشر فيه الفوضى الأصح من وجهة نظر الشخصية العمل المشترك لمواجهة النظام الإيراني ومواجهة أزرع إيران هو الحل لكن أي طريقة تانية مع إيران غير مجدية أي طريقة تانية مع إيران تعتبر خضوع لمشروع الثورة الخمينية تزوريني بأمر الله في حلقات أخرى استودعكم الله اللذي لا تدعو دعو اشتركوا في القناة